افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المقر الجديد للهيئة في منطقة مدينة زايد الرياضية بأبو ظبي بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ويتميز المبنى الجديد بالكثير من المواصفات المعمارية والفنية من بينها أنه مهيئ ليكون ملجأ في حالة الطوارئ والأزمات ويشمل على مواصفات الاستدامة فيما جاء تصميم المبنى على شكل رقم سبعة دلالة على إمارات الدولة السبعة من جانب آخر وبحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنك اتفاقية تعاون تقوم بمجبها شركة أدنك بدعم البرامج الإنسانية والمشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة داخل الدولة وخارجها إلى جانب تقديم مساهمة مالية سنوية